مش بس كده تخليك في الحاضر لما نشوف منا طولها عماد البنوطة اللطيفة الظريفة السكر اللي كانت قاعدة معيها هنا مبارح هي والدتها مدام إيميل هو منا دي حاضر ولا مستقبل أقولك لتنين حاضرها هو الدعم اللي بتقدمه الدولة والرعاية لها والمستقبل بتاعها هو منا لما تبقى زي ما قالت كده بإذن الله دكتورة ودكتورة كبيرة وعاوزة تتخصص جلدية بل أشوفها في يوم من الأيام عالمة في هذا الفرع من فروع الطب حلو؟ طيب تعال نشوف أنه النهاردة كمان التقد بيها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التقد بمنا صديقتنا منا اللي طلعت الأولى على محافظة كفر الشيخ في الشهادة الإعدادية منا اللي تحدد كل ظرف اقتصادي ومالي واجتماعي دي بالمناسبة جنب من الصور الخاصة بهذا اللقاء مع الدكتورة رشا راغب أيوة منا والدتها هو طبعا هذا اللقاء كان جاي فيه إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتبني مننا تعليميا لدعم تفوقها العلمي وبالمناسبة في كل مراحلها التعليمية لحد ما تخلص زي ما يقولوا كده عندنا في بلابنا تخلص علام ده جاي في إطار أو هذا التكليف جاي في إطار الدور اللي بتلعبه الأكاديمية في رعايته احتضان المواهب الشاب فكريم بغدودة نفس القصة علمية بقى ثقافية رياضية إلى آخر وأكاديمية تحتضن مستقبل مصر مستقبل الولاد دول هما مستقبلنا يا جماعة وطبعا فيه المبادرة الرئيسية لرعاية المواهبين واللي كان تم إطلاقها من الأكاديمية في مايو هذا العام دكتور راشا الحقيقة رحبت جدا بمنة الله وأعربت عن فخرها بتفوقها وباجتهادها رغم كل الظروف والعقبات لهذه البنوطة اللطيفة السغنططة وجهتها وهي لسه بتقول يا هادي في الدنيا بس نقول الحمد لله والشكر لله كده زي ما يكتبوا لكيه وابتسمت له السماء فابتسمت لها السماء ويطلع التوجيه الرئاسي بإنه نساعدها في تحقيق هدفها وحلمها عشان توصل لللي هي عايزها عاوزة تدخل كلية بالمناسبة وبرضو هي في كلية الطب هي برعاية الأكاديمية برعاية مصر شددت الدكتور راشا راغب على أنه الرئيس السيسي عنده اهتمام خاص جدا بالشباب وأظن نحن شايفين ده جدا في كل حاجة بص على مجلس النواب هتشوف بص على المحافظات بص على الحكومة إلى خالق طيب الرئيس دايما شايف أنه هم مقدمة أي ملف الشباب شباب مصر هم أهم أولويات سيادته بالموزمة بيعجبني جدا في منه أنها عندها إيه نظرة كده متوثبة يعني بص الأدام تحس والله فعلا ما شاء الله عليه تحس أن هي شايفة مستقبلها هناك عند النقطة دي أنا شايفة نفسي وأنا بتخرج من كلية الطب بامتياز مع مرتبة الشرف في وقت السابق أصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب بمؤسسة حياة كريمة البيان الصحفي اللي احنا كنا كلمنا فيه مع حضراتكم عن التزامهم بتقديم كل وأوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفاوقة من نطل الله عمد في كل مراحلها التعليمية ده كان بيان شديد الوضوح لحد ما تتخرج من الجامعة وتطبعا في إطار المبادرة الرئاسية شوفوا يا سيد أنا حتى مرح كنت بقول للمنا قلت لها بص يا منا بقى أنت مش تتخرجي من الجامعة وخلاص أنت تتعيني معيدة وتخدي بعسة وتسفري تجيب العلم من بره وترجعي على هنا قالت لي هيحصل إن شاء الله نظرة عين هذه الفتاة الرائعة تقول لي كده تقول لي إنها أدها وقدود نظرة هذه الفتاة ما شاء الله عليها اللهم لا حسد تقول لي إنها شايفة مستقبلها وبتجري وراه واللي عنده هدف يجري وراه هيجيبه ما فيهاش هزار طيب